الملكة أويتو وهي الملكة الثامنة وأم الأمير الأربعة عشر تخبر كرابيكا أن الزوجات المالك الأقل رتبة لا يستطعن التواصل مع الزوجات الأعلى رتبة منهن أن جميع الاتصالات مراقبة من طرف المالك والقوى العسكرية مما يجعل اغتيال الأمراء لبعضهم مستحيلا فما هو إذن هدف المالك؟ يشهد بعدها كرابيكا مشهدا لم يراه من قبل وهو تجمع وحوشن أو ما يسمون بالطفيلات حولهم لا يعرف إذا كانوا تابعي أمير آخر أم هم وحوش الأمير وابو والتي ما زالت طفلة ولا تعرف من حتى مرحبا منا معكم هينومي في مقطع جديد لشرح مانغا هانتر قبل أن تشاهد هذا المقطع يجب عليك مشاهدة شرح الفصول السابقة ستجد الروابط في صندوق الوصف أهم الأحداث تجدونها مرقب ليسهل عليكم وصول إليها وإذا كنت تسابع شرحي للمانغا وتريد أن تصلك كل المقاطع فور نزولها فلا تنسى أن تشترك في القناة كي لا تفوت أي مقطع وأيضا فريقنا بدأ بترجمة مانغا هانتر من الفصول الأولى وملونة أيضا فتأكدوا أن تتابعون على الديسكورد وتويتر لتصلكم كل الأخبار هيا لنبدأ بدأت الرحلة إلى القرى المظلمة في سفينة الحوت الأسود وستستغرق شهرين تشرح المديع أن الأسابيع الثلاثة الأولى سيكون الإبحار داخل العالم الصغير وبعد الخروج من حدود العالم الصغير سيصبح التقس متقلبا وستكون هناك عواصف، عاصير، العديد من التقلبات المناخية وأيضا مخلوقات طائرة خطيرة لا توجد في العالم الصغير وبعدها بخمس أسابيع ستصل السفينة إلى القرى الجديدة جميع الصيادين أوهمت العامة أن هذه القرى هي القرى المظلمة لكنها قارة مزيفة تم تغييرها كي يحفظ سلامة الركاب العاديين وأفراد العائلة الملكية من أخطار القرى المظلمة وبعد وصولهم وتركهم هناك في القرى الجديدة سيكمل الزودياك وبيوند إلى القرى المظلمة أو العالم الجديد مرورا بمقار العبور إلى المياه الحدودية أين يوجد حارس البوابة وستكون وجهتهم الأولى في القرى المظلمة هي مدينة المتاهة كما لم حلها ستينير أيضاً لازل مشهول مكان فرقة بيوند وجين فلم يتم إظهارهم داخل السفينة يمكن أنهم أخذوا طريقاً آخر أو علامة مركب آخر في الطبقة الأولى يوجد بيوند وثلاث حراس من الزودياك وأيضاً ستينير وعضاء من وكالة تساريح الدولية في الطبقة الثالثة يتواجد الزودياك وأفراد جميع الصيادين في الدرجة الأولى ليوريو وشيدول مع الفريق التبي والمحكمة المركزية أما الطبقة الرابعة فيتواجد ميزاي مع الجيش الملكي لكاكين عرفنا في الفصول السابقة أن السايو هو خائن الزودياك وهو مخبر بارستون وعرفنا أيضاً أن بيوند لا يعرف بهذا الأمر والآن بعد بدء الرحلة إلى القارة سيبدأ سايو بتنفيذ خطة بارستون لكن كورابيكا وميزاي يعرفون تماماً أن السايو يريد إطلاق صراح بيوند فور وصولهم إلى القارة الجديدة أو المزيفة والتي سينزل فيها العامة ظل منهم أنها القارة المظلمة ولهذا كورابيكا سيقبض على سايو قبل وصولهم إلى القارة الجديدة لكن ما لا يعرفه كورابيكا؟ وأن بارستون بنفسه قال في الفصل 346 أنه ليس هناك أي خطة لزهر بيبيون هو سيهرب بنفسه وسيلتقي بهم في القارة المظلمة إذن ما هدف بارستون وسايو؟ لكن اكتشفنا أن هناك أسرار كثيرة يعرفها بارستون على حسب تحليل كورابيكا منظمة الصيادين سمحت لكل أمير باتخاذ 15 صيادين مؤقتين كحراس هؤلاء الصيادين تم امتحانهم وتجنيدهم فقط لأجل الرحلة أي أن لهم رخصة مؤقتة وتم تغيير قانون امتحان الصيادين لقبولهم حتى وإن كانوا غير مستخدمين المنظمة ظنت أن هذه الطريقة هي الأنسب لعدم تجنيد دخلاء أو خونة لكن هذه الطريقة جعلت كشفهم صعب لأن أغلب الصيادين تم تجنيدهم من قبل الأمراء ويمكن أنهم لم يعلموا بحرب الخلافة لهذا لم يضطروا إلى الكذب وهكذا نجوا من سلسلة كورابيكا للتذكير فكورابيكا استطاع كشف كذب ماهر وبارستون قال أن كل من أرسلوا فشلوا لكن هذا لا يعني أن بارستون لم يرسل أشخاص آخرين يقلق كورابيكا ويجعل هذا يفكر أن الخطر آتم من كل جهات فهؤلاء الصيادين يمكن أن يكونوا مستخدمين وبمهمات سرية الأمير الأول بن يامين الأمير الثاني كاميلا الأمير الثالث شوراي بالياباني أو تشانلي بالصيني الأمير الرابع تيردنيش الأمير الخامس طوب بيبا وهي بنت الأمير السادس تايثون الأمير السابع لوزورو الأمير الثامن سالي سالي الأمير التاسع هالكينبر الأمير العاشر كاتشو الأمير الإحدى عشر فوجيتو الأمير الإثنى عشر موموزي الأمير الثالث عشر مارايام والأمير الأخير وابول التوأمان الأمير كاتشو وفوجيتو تتفقان على القضاء على الأمراء الآخرين وأن تصبح كلتاهما الملك أما الأمير الأول بنيامين فهو متأكد أنه سيكون الملك رغم حراسة الملك المشددة هو واثق بفوزه ويعتبر كل من لم يقتل على يديه محظوظا لأنه لن يرحمه تفاجأ كرابكا في الفصل السابق بروح هالة مرعبة من الأمير وابول مع العلم أن وابول أيضا خادت المراسم أي أنها الآن ستكون لها وحش مقدس ككفة الأمراء وللتذكير في تلك المراسم يتم تشييد الوحش الحامل للأمير فيتغدى هذا الوحش على هالة صاحبه ويستخدمها لتحويل نفسه على شكل صاحبه وبما أن الوحوش ليست من صنع صاحبها مباشرة فلا يمكن للمضيف أن يتلعب بها لكنه تفاجأ هذه المرة بموت أحد من الحراس والذي تم امتصاص كل دمه بما أن الهجمات هي عجمات النين يشك كرابكا أن قاتله هو واحد من الحراس أو أنه الأمير وابول فيسأل الحراس عن قدرتهم على استخدام النين إثنان من الحراس الملكيين ليس لديهم أي فكرة عما هو النين يشك كرابكا أنهم يتدعرون فقط لكنه يسأل الصيادين الذين تم إدخالهم عبر طريق باريستون عن سبب عدم اعترافهم باستخدامهم للنين يخبرونه أنهم هنا لحماية الملكة وأنهم لا عملهم بحرب الخلافة يظن كرابكا أن باريستون لم يخبرهم بحرف الخلافة أو أنه لم يكن له علم لكن أظن أن الجرد يعلم كل شيء لكنه يخفي الكثير يتواجد المزيد من الضحايا الشيء الذي يضطر كرابكا لاستخدام سلسلة الكذب عليهم ويقتل أي أحد يحاول الكذب اتضح أن الحارسين الملكيين ملمون بحرب الخلافة وأخبروه أنه تم تجنيد سبع منهم من قبل العائلة الملكية أي أن سبع زوجات الملك من غير الملكة أويتو تحرصن بعضهم فمثلا الزوجة الأولى تراقب كل الزوجات الأدنى منها لكن لا أحد يستطيع تجنيد حراس لمراقبتها وبما أن الملكة أويتو هي أدنى زوجة فكل زوجة قبلها عينت حراس لمراقبتها كي لا تفعل هي أي شيء ضدهم وأيضا كل ملكة لديها الحق بتعيين حراس شخصي لمراقبة الزوجات الأخريات كلما كانت رتبة الزوجة أعلى كلما استطعت تعيين حراس أكثر فمثلا الزوجة الأولى استطعت تعيين السبع حراس أما الزوجة السابعة واستطعت تعيين حارس واحد لكن الملكة أويتو ليس من حقها تعيين أي حارس يراقب الزوجات الأخريات لأنها الأخيرة إذا جاء الزوجة بعد أويتو ستكون هي قادرة على تعيين حارس يراقبها هؤلاء الحراس يحرصون على سلامة الأمير طالما لا يهدد سلامة الأمراء الآخرين يخبرونه أيضا أن الملكة ولو سمح بقتل الأمراء لبعضهم لكنه لا يحميهم من العقاب فأي أمير سيكتشف اغتياله أو أي ملكة أمرت بقتل أمير آخر سيتم سجنها أو إعدامها اتباعا للقوانين إذن على الأمراء قتل بعضهم لبعض دون إدخال جنود في الأمر وهذا سبب جعل لكل منهم وحش حامل فلولا ذلك الوحش لن يستطع الأمراء خصوص الأصغر سنا من حماية أنفسهم وقتل الآخرين وبهذا يربط كرابيكا الهالة المخيفة التي رأاها من الأمير وابول بإمكانية حصولها على قدرة نين تجعلها تحمي نفسها وأمها تلقائيا هذه فقط فردية كرابيكا ويمكن أيضا أن الأمراء الآخرين بدأوا بتصفية حراس الأمير الرابع عشر كي يقضوا عليها بما أنها أضعف حلقة لكن كرابيكا يتساءل كيف لطفل صغير أن يحصل على قدرة نين بهذه السرعة وهنا يتفاجأ بوجود تفايليات أو حوش الروح الحارسة تحيط بهم وفقط كرابيكا والصيادين يستطيعون رؤيتهم لأنهم مستخدمين نين يعرف كرابيكا أنهم سمو مديدان إذا تذكرتم أن التقوص التي خاضها الأمراء مشابه لما كان يفعله السحر سابقا في الفولكلور الياباني كانوا يخلطون عدة حشرات في جرة ويتركونهم يقتلون بعضهم البعض حتى تنجو واحدة فقط يستنتج كرابيكا أن الحرب قد بدأت بالفعل وهذا ما يحصل وأحد ما أرسل هذه التفايلات كي يقضي على الأمير مع أنه لاحظ أن لا أحد يتحكم بها لأن الوحوش الحامية مستقلة يمكن أن تحمي وضيفها أو تهاجم وتستخدمها لتصاحبها لاستحضار قدراته يتأكد كرابيكا من الأمراء ويتطل بجميع الوحدات ذاكرا إسمها تخبره بيسكي أن الأمير 13 ماريام كانت بالفعل تحوم حوله فيمكن أنها خاصة في هذه الأثناء يسأل أحد التفايلات إن كان الحارس متفرغا فيجيبه الحارس بنعم وتلقائيا يبدأ بالتحكم فيه فيقتل هذا الأخير ثلاث صيادين ولا يستطيع التحكم بنفسه يتوجه لقتل بيل وكرابيكا يحاول بيل إيقافه بمسدس لكن يخبر كرابيكا أنه يريده حي فيسأله أن يحمي الملك أويتو ليهتمه بأمره تخيل أن توغاشي سحب بعد هذه اللحظة لا أستطيع تخيل شعور الفان وانتظارهم لشهور كي يعرف ماذا حدث لكن لحسن حظنا سنعرف ماذا حدث في الأسبوع القادم في شرح الفصول التالية هناك خبر للأسف سيحزن الكثيرين وهو أن هذا آخر فصل تم تلوينه فمن الآن فصعدا سأستخدم المانجا العادية وإذا كان شرحي موافقا فضغطوا الزر اللايك وتابعوني على تويتر والإنستجرام إذا كانت عندكم أي أسئلة بخصوص هانتر أراكم في مقطع قادم أراكم في مقطع قادم اشتركوا في القناة